اشتركوا في القناة دير تجل الرب في رمالله والمسؤول كمان هون عن دير القديس استفانوس هذا الموقع الاثري اللي فيه رممنا الموقع الاثري وبنينا دير صغير اللي احنا اليوم موجودين في كنيسته القديس استفانوس اول شهيد في المسيحية واستشهد في مدينة القدس ورشاليم على يد اليهود انذاك رجما بالحجارة ودفن خارج الاسوار في مدينة القدس فاستشهاد القديس استفانوس عمل ضجة كبيرة في المدينة كثيرين امنوا به وكان قبره دائما تحول لمعبد يتجمعوا يقيموا القداس الالهي ويصلوا فاليهود يعني اخطاضوا من ذلك وزعلوا من ذلك فقرروا انه يخربوا القبر وينكلوا برفاته فقرروا المسيحيين نقل رفاته القديس استفانوس لأقرب مكان انا ذاك لمدينة القدس وكانت بيت غملة اللي هي اليوم خربة الطيرة في رمالله فنقلوا جثمانه رفاته الى هذا المكان ودفنوا للمرة الثانية في هذا المكان هذا جعل القديسة هلانة بعد ذلك تقريبا بعد 300 سنة لما اجت على فلسطين ان تبني كنيسة كبيرة ودير كبير هون في خربة الطيرة ومزال اثار هاي الكنيسة وهذا الدير موجودة الى يومنا هذا وطبعا احنا منعرف انه هذا بناء القديسة هلانة لانه الفسيفساء اللي وجدناها من ايام القديسة هلانة كانت القديسة هلانة او في زمانها تتميز ببناء الفسيفساء بوضع الصلبان على الارض فكل الفسيفساء اللي موجودة هون عليها صلبان لهذا نقول انه المبنى الموجود هون من ايام القديسة هلانة يعني احنا قبل عشر سنوات ولا عشرات السنوات من قبل كانت الناس تعرف قيمة هذا المكان الاثري والتاريخي والمقدس قيمته القدسية فبلشنا مع جامعة القدس بترميم المكان وكشف الاثارات كلها والفسيفساء وبعد ذلك تبقى هذا المكان هون تقريبا اتنين دنم لم يتم في التنقيب على الاثار فقررنا بناء دير قررنا بناء دير صغير شو هو الدير؟ الدير اوليش لازم يكون فيه كنيسة يكون فيه غرف للرغبان يكون فيه يعني صالون للضيافة ولبعد الأداس للضيافة وكمان يعني يكون فيه ساحات وبستين وهذا الدير صغير ولكنه بقدر يستوعب خمس أشخاص يسكنوا فيه للحفاظ على المكان منذ سنتين بننا هذا الدير للحفاظ على المكان ولكن في المستقبل يتطلب شغلات كثيرة يعني احنا بلشنا بدائيا بالتنقيب عن الاثار ألا ما تبقى البناء أو عمل مظلة أو عمل كنيسة حتى نحافظ على الفسيفساء يعني لازم نبني هون مبنى كبير كان هذا المبنى من الحجارة أو من الحديد كمظلة عشان احنا نكشف على الفسيفساء ونظهر الفسيفساء ويكون يعني مزار كل الناس من كل العالم تيجي وتزور هذا المكان وتتفرج على قيمته الأثرية وعلى قداسته وعلى أيضا قيمته التاريخية وبما يحتوي من أثار مقدسة من فسيفساء وأشياء ثانية تدل يعني على أثار الكنيسة على أثار الدير وفيه كنيستين هون عنا في الأثارات فإحنا بدنا في المستقبل نكمل الأعمال اللي بلشناها منذ عشر سنوات لأنه هذا المكان يستحق أنه نكمل فيه نشتغل فيه ويكون مكان أثري ومقدس في الدرجة الأولى لأنه إحنا دايما بنعمل الصلوات هون ويكون مفتوح لا الناس جميعا وعلى لازم نعرف أنه هذا المكان هو المكان الوحيد الأثري الموجود في رمالله ولقيمته التاريخية بهذه القيمة ألفين عام فهذا شيء عظيم في مدينة رمالله وهذا مكان كتير يعني كبير وعظيم ومقدس وأثري في مدينة رمالله يعني المسيحيين الأرتودوكس أصل هذه البلاد وهم يعني من عائلات وسكان مدن وقرى فلسطين وفلسطين يعني مرت في حروب ومشاكل كثيرة ولكن المسيحيين ضلوا وأنا أعتقد أنه في المستقبل المسيحيين راح يضلوا في البلاد هاي لأنه هاي البلاد أو هون أرض المسيح يسوع المسيح في فلسطين تجسد وصنع العجايب ورأينا مجده وهون بنية الكنايس الأولى من الخديسة هيلانا واستمر هذا التاريخ الكنسي وهذا التاريخ المقدس أولا بالمؤمنين اللي كانوا فيها بالكنايس وبقيمتها التاريخية والأثرية وأنا أعتقد بدام فيه كنايس عنا هون وفيه عنا قداسة هون وفيه عنا حيار روحانية المسيحيين بيضلوا لو فيه أعداد كبيرة هاجرات وأعداد قليلة ضلت أو بالعكس ولكن هذا لا يعني أنه لحظة من اللحظات فلسطين راح تكون فارغة من المسيحيين أو من الأرثودوكس هاي الأعداد يعني هذا الشيء بتعلق في الزمن بالأحوال اللي بتمر فيها هون البلاد ولكن البلاد هون مرت في ظروف أصعب من اللي إحنا فيها أصعب بكثير مروا الفرس ضمروا كل شيء مروا الصليبيين مروا غزاة كثريين مروا ولكن ضلت الكنايس أو أعيد بناء الكنايس وضلوا المؤمنين أو عودوا رجعوا المؤمنين لأبلادهم فهون ببركة المسيح يعني إذا راح تضل الكنايس وراح يضلوا المسيحيين في فلسطين يعني المسيحيين في أمريكا بيقدروا يساعدوا في شغلات كثيرة أول شيء لازم دايما سنويا يزوروا لبلاد هون يعني وجودهم عندنا هون يعني ما يفكروا كمان نحن محتاجين فقط الفلوس المادة لا هاي يعني بتيجي في نهاية الموضوع ولكن لازم يزوروا هون يظلوا يزوروا سنويا في البلاد والمسيحيين في أمريكا يجوا يستثمروا هون أو يشتروا أراضي يشتروا بيوت يحفظوا على ممتلكات أو على إرث أو على تاريخ أبائهم وأجدادهم ويستثمروا هون يعملوا أي أعمال وشو بيقدروا بعد ذلك يساعدوا يساعدوا شايف كيف فهذا شيء أساسي إنه يتضل علاقتهم في هاي الأرض مستمرة متواصلة ما تنقطع يعني أنا بعرف في ناس بيجوا سنويا ولكن في ناس بيجوا لهم خمسين سنة ما يجوش أو بعد خمسين سنة يجوه هذا غلط هون انت تاريخك هون انت أرضك هون أرض أبائك وأجدادك انت هون ملاك للأرض المقدسة انت هون ابن الأرض المقدسة ابن أرض المسيح فلازم ولو هاجروا وإن شاء الله يوم من الأيام برجعوا يظلوا يزوروا المكان ويتواصلوا مع الكنايس هون مع عائلاتهم وحميلهم هون في البلاد عشان هاي العلاقة الضل مربوطة ويستثمروا ويشتروا هون في البلاد في بلادهم بلاد أبائهم وأجدادهم إن هذا هو تاريخهم يعني هون الأرض أو أي شيء بدهم يعملوا ويستثمروا راح يطلع منها منفعة كبيرة أحسن من الخارج أو من البلاد أمريكا أو الغرب محل مكان هون الأرض إلها معنى مقدسة إلها تاريخ وإلها وجود ودائمة هم إذا تعلقوا في هاي الأرض سيبقوا دائمين وأبناء هاي البلاد ترجمة نانسي قنقر